ما هي مواطن الالتقاء بين الدولة المدنية في الفكر الغربي وبين دولة الأمة في الفكر الإسلامي التي نشأت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وتطورت في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مواطن الالتقاء مواطن الافتراق أما مواطن الالتقاء أولا الهدف الهدف واحد تنظيم الحياة الاجتماعية على ضوء قوانين ثابتة متفق عليها ما هي هذا التنظيم كيف يصاغ وكيف يتم من خلال توفير الأمن الذي يحمي الحريات والأنفس والأعراض والأموال من خلال اطلاق الحرية لأهل الملل والأديان في ممارسة طقوسهم وشعائرهم من خلال وضع القانون ووضع اللائحة الجزاءات هناك قانون يجب اتباعه وهناك لوائح جزائية هذا الهدف اشتركت فيه الدولة المدنية والدولة دولة الأمة ولذلك يقول ابن حزم ابن حزم الظاهري يقول اتفق جميع في كتابه الفصل في الملل والنحن يقول اتفق جميع أهل السنة والمرجئة والمعتزلة والشيعة والخوارج على وجوب الامامة يعني لابد من امامة لابد من قيادة للدولة على وجوب الامامة وأن على الامة فرضا واجبا الانقياد لامام عادل وقال ابن نخلدون في مقدمته ان نصب الامام يوجود القيادة ان نصب الامام واجب بالاجماع اذا اتفق الدولتان المدنية ودولة الامة في الهدف الامر الثاني الذي اتفقت فيه الدولتان الا وهو سيادة القانون لا شيء فوق القانون وجميع المواطنين متساوون امام نظر القانون الامر الثالث العقد الاجتماعي قال اشرح لك هذه النقطة قد يسأل انسان يقول هو الرسول ما يحتاج الى عقد ولا الى بيع ورسول من السماء الله تبارك وتعالى جعله نبيا رسولا اماما يعني جميع المناصب هي جعلية من الله عز وجل ايضا الامام امير المؤمنين علي عليه السلام امام منصوص عليه معين من قبل الله تبارك وتعالى الا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه فكلاهما لا يحتاجان الى ارادة الامة ولا يحتاجان الى بيعة الامة حتى تسمى دولتهما دولة الامة قد يشعر الانسان هذا السؤال الجواب هناك فرق بين الولاية الجعلية والولاية الاجتماعية الولاية الجعلية ولاية فرضتها السماء فكل من يؤمن بان هذا رسول لابد ان يذعن لولايته كل من يؤمن بان هذا امام منصوص عليه من قبل الله لابد ان يذعن لولايته انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه ولاية جعلية اذن قسم ثاني لا ولاية اجتماعية ليش الرسول طلب البيعة وما محتاج للبيعة لماذا طلب البيعة لماذا الرسول بايع بيعتين ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله لماذا الرسول طالب بالبيعة لماذا الامام علي عليه السلام حينما اقبل الناس اليه بعد رحيل الخليفة الثالث قال دعوني والتمسوا غيري وعندما اصر عليه قال تبايعونني في المسجد لماذا طلب البيعة هو له الولاية الجعلية الرسول وعلي صلوات الله عليهما وآلهما اراد تحقيق الولاية الاجتماعية الولاية الاجتماعية عقد شلون انت مثلا تبرم البيع بينك وبين شخص هذا عقد عقد ملزم او فوق العقود شلون تبرم عقد ايجارة بينك وبين شخص هذا عقد ملزم هذا الشخص كافر مسلم ما انه خصوصية انت خلاص ابرمت بينه بينك وبينه عقدا عقد إجارة عقد بيع عقد صلح أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الرسول في البيعة أجرى عقدا عقلائيا ملزما لكل من معه وإن لم يكن مسلما وإن لم يكن مؤمنا بأنه رسول لكنه ملزم بطاعته بمقتضى عقد البيعة فهو عقد عقلائي لذلك الإمام علي عليه السلام عندما طلب البيعة مع أنه لا يحتاج إليها ليلزم من لا يؤمن بإمامته ليلزم من لا يذعن لولايته المنصوص عليها من قبل الله يلزمه بعقد عقلائي يسمى عقد البيعة مشمول لقوله تعالى أوفوا بالعقود لهذا الإمام علي عليه السلام يحتاج على معاوية ويحتاج على معاوية بأي شيء؟ بولايته الجعلية؟ معاوية لا يلتزم بذلك يحتاج عليه؟ بالعقد العقلائي أما بعد فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يرد فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد هذا عقد عقلائي ملزم أنت ملزم به لأن هذا عقد عقلائي وإن كنت لا تؤمن بولايتي أو بإمامتي زين فإذن العقد الاجتماعي بمعنى الولاية الاجتماعية هذا أيضاً أمر اتفقت عليه الدولتان دولة المدنية ودولة الأمة أين الاختلاف بين الدولتين؟ وين مواطن الافتراق؟ الموطن الأول في القانون كل الدولتين يؤمنان بسيادة القانون اسمان هو القانون ما هي المرجعية العليا في القانون؟ المرجعية العليا في القانون في الدولة دولة الأمة في الفكر الإسلامي هي الكليات والخطوط العامة المستفادة من الكتاب والسنة المعصومية بينما المرجعية العليا للقانون السائد في الدولة المدنية هو ما وضعته العلمانية من فصل الدين عن الدولة وهو القانون الوضعي الموطن الثاني من مواطن الافتراق المعارضة كلا الدولتين يؤمنان بوجود معارضة طبعا مقصد من معارضة يعني الحرب لا معارضة يعني المجموعة التي تتولى الرقابة والمحاسبة الهيئة التي تتولى الرقابة والمحاسبة لعمل السلطة عمل الأجهزة هناك هذه مسؤولية مسؤولية الأمة في دولة الأمة هنا ما هو الفرق بين الدولتين في هذه النقطة يعني في جهاز الرقابة والمحاسبة في الدولة المدنية هذا يعتبر حق من حق المجتمع أن يراقب عمل الدولة أن يحاسب الدولة أن يطالب بخلع كل مسؤول لا يسير وفق القانون والنظام حق للمجتمع بس يمكن للمجتمع أن يتنازل عنه في أي وقت لأنه حق من حقوقه أما في دولة الأمة في الفكر الإسلامي هذا مو حق واجب يعني ما تقدر الأمة تتخلى عنه مسؤولية المراقبة والمحاسبة أمر واجب مسؤولية لازمة لا يمكن للأمة أن تتخلى عنها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسوف يأتي في أقوال الإمام أمير المؤمنين ما يؤكد هذه النقطة مسؤولية الأمة في الرقابة والمحاسبة